إن انتشر فيديو بالأخص على فيسبوك وعلى تويتر لسيدة مصرية قررت إن هي تحلق شعرها كله تضامناً مع نساء غزة طبعاً إنت لو سمعت الموضوع ده هتحس إنه إيه ده إيه العلاقة يعني الناس الطبيعي لما بتيجي تاخد خطوة إن هي تحلق شعرها بيكون السبب إنه مثلاً بنسابورت حد عنده بس تضامناً مع نساء غزة الموضوع كان يعني غريب شوية بالنسبة للناس فخلينا نشرح لكم سبب حلقها لشعرها ده كان بسبب إنه هي كانت شايفة ومقتنعة وقتنعة تام إن السيدات في غزة ما لهمش أكسس لمية ما لهمش ما يقدروش إن هما يستخدموا مية علشان يخسلوا بيها شعرهم فكان بيبقى النتيجة إن السيدات بتعود فترة طويلة جداً مش قادرة إن هي تخسل شعرها فالشعر طبعاً بيعمل كتل كتير جداً وبيقتر إن هما يقصوا فهي أخدت القرار إن هي هتحلق شعرها كله علشان توري الناس إن هي بتدعم القضايا الفلسطينية وبتدعم نساء غزة كلهم رأيك إيه؟ بصي هو عمتاً يعني الناس في الموضوع اللي زي ده يعني بينقسموا اللي يقسمين فيه ناس بتبقى شايفة إن الموضوع بيبقى هي عندها حق وستيب زي دي بيبقوا شايفين إن هي حاجة كويسة إنك إنت مهتمية بالقضايا اللي بتحصل حواليك خصوصاً اللي بيحصل حوالينا في غزة بس فيه بارت تاني بيبقى شايف إن إنت ممكن يكون الدعم بشكل مختلف شوية يعني ممكن يكون حاجة يعني effective على أرض الواقع مش حاجة أنت بتعملها أنت نفسك زي مثلاً تحلق شعرك أو تغذي ستيب تأثر عليك أنت أو تخصك أنت الواحدة صح ففيه ناس كانت بتقول إن هي كانت ممكن يعني مثلاً تروح تساعد الناس مثلاً اللي بيعملوا مساعدات الإغاثة والحاجات اللي هي بتساعد إخواتنا في فلسطين وفيه ناس ثانية بتقول إن هي ممكن تتبرع بفلوس مثلاً فهنا الناس عمتاً بتبقى مختلفة شوية على الفعل لكن هي بفكرة كلها إن هي شايفة ومقتنعة إن هي دي اللي ستيب اللي مريحها وحاسة إن هي عملت حاجة كويسة وحاجة صح وده بالنسبة لي الأهم إن هي تكون عاملة حاجة هي مقتنعة بيها مش مجبرة أو حد دفعها إن هي تعمل كده فوجهة نظر إن هي طبعاً حرة وطالما هي واخدة اللي ستيب دي ومقتنعة بيها فأنا بالنسبة لي إتس أوكي خلينا نقول برضو إن في وجهة نظر تانية مختلفة تماماً وإن منساة ما أحداث غزة حصلت وإحنا بنشهد قد إيه إحنا فعلاً يعني هلبلس إن إحنا ما فيش حاجة في إدينا نقدر إن إحنا نعملها بالأخص إن إحنا بقنا دلوقتي 151 يوم من ساعة أحداث 7 أكتوبر ما حصلت حصل يعني كوارث كتير جداً حصل حالات وفيات كتيرة قوي كل يوم بتزيد كمان كل يوم بتزيد إحنا النهاردة اليوم 151 بنشهد على ضحايا أكتر من 30 ألف ضحايا في القصف اللي بيحصل في غزة فالناس على طول حاسة إن أنا مفيش حاجة في إيه دي أقدر أعملها حاسة إن أنا عاجزة عن المساعدة فإيه لن أقدر أعمله أقدر أعمل حاجة في نفسي فدي وجهة نظر مختلفة برضو عن اللي أنت بتقولها أو عن الناس اللي بيعرضوا يعني الإنشاتف دي بيقولوها أنا زي ما قلت لك أنا برضو شايف هي فعلا هي عندها حق يعني طالما هي خدت الستيب دي ومقتنع أن هي فعلا عملها وشايف أن هي دي استيب النسبة لها تبقى كويسة إن هي بتدافع عن القضية فخلاص إتس أوكي فهي الموضوع مفوص صح وغلط هي كلها في الأول في الآخر هي وجهات نظر وهي عملت الحاجة اللي ريحتها وبتساهم من وجهة نظرها فإن هي بتعبر عن تضامنها مع الناس اللي بتعايني في غزة لأن زي ما أنت قلت تحديدا أن النساء بيعانوا بشكل أكبر شوية لأن هما يعني مش عايز أقولك يعني فيه تفاصيل معينة الستات مثلا بيعملوها أو بتبقى حياتهم مختلفة شوية عن الرجالة فأنا شايف أن هي خدت الستيب كويسة وأتمنى طبعا أن الحاجات زي دي يعني الهدنة لازم يحصل هدنة في الموضوع وهنجي لها في الخبر الثاني إن شاء الله لأن الموضوع بقى زيادة قوي وبقى معاناة أنت مش عارفة تعيش أصلا صح فأنا شايف أن هي بالنسبة لها بتالماستيب هي مقتنع بيها فإتس أوكي تمام ونتمنى بس يكون فيه دعم أكتر مننا كلنا حتى كل واحد يدعم باللي يقدر عليه كل واحد يدعم بالطريقة اللي شايف أن هي مناسبة بالنسبة له وكويسة لأن إحنا بالنسبة لنا إخواتنا في فلسطين إحنا شايفين أن هما جزء مننا وبارت من مجتمع بتاعنا مع أننا كلنا يعني بنحس أن إحنا أكننا معاهم بالضبط وشايفين أن هما بيعانوا الفيديو أصلا اللي بنتفرج عليها إحنا بنبقى يعني عايزين نعمل أي حاجة فعلا فأنا شايف أن إحنا يعني نتمنى أن يكون فيه مساعدات أكتر من كده إن شاء الله ونتمنى ربنا يهون عليهم ويخفى عليهم اللي بيحصل لهم ده ترجمة نانسي قنقر